منظمة إسرائيلية بميزانية تقارب خمسين مليون دولار سنويا هدفها ربط اليهود الشباب في العالم بإسرائيل عبر تنظيم رحلات سياحية بعنوان تعليمي والهدف تكريس واقع الاحتلال وسارقة الأرض منظمة بيرث رايت إسرائيل أو الحق بالولادة في إسرائيل منذ العام التسعة وتسعين تنظم رحلات مدتها عشرة أيام إلى إسرائيل المشاركون في الرحلة يشترط أن يكونوا يهودا أو يكون أحد الأبوين يهوديا وعمروا المشاركين بين ثمانية عشر عاما وستة وعشرين يأتون من عشرات الدول حول العالم ويتنقلون على مدى أيام بين المناطق والمدن الفلسطينية المحتلة من حيفا والقدس وجبل مسعدة والبحر الميت وغيرها ويشاركهم في البرنامج إسرائيليون من العمر نفسه إضافة إلى لقاءات مع جنود الاحتلال برنامج الرحلة يعتمد على البعد السياحي لرواية كذبة حق الإسرائيليين في الأرض والأمس وإخفاء حقيقة أن للأرض أصحابا هجروا منها بالقتل والإرهاب الإسرائيليين تكاليف الرحلة تغطيها بالكامل المنظمة لا يدفع المشاركون شيئا يكفي أن يسجل أسماءهم للمشاركة أكثر من ستمائة وخمسين ألف شخص شاركوا في رحلات المنظمة على مدى عشرين عاما يتجولون في القدس المحتلة بينما يمنع الفلسطيني من التحرك في أرضه تحصل المنظمة على أموالها وميزانيتها من متبرعين ومستثمرين وأيضا من الحكومة الإسرائيلية وبينما تصرف بيرثرايت الأموال على سياح في أرض مسرقة تبحث الأنروا عن مصادر لسد عجز الميزانية ولا تتحرك الدول العربية وإثرياؤها تسعى المنظمة إلى ربط اليهود في العالم بإسرائيل ليصبحوا في المستقبل مدافعين عن الاحتلال أو مسوقين للرواية الإسرائيلية في العالم بينما يضيق على الفلسطيني لقبول صفقة القرن والتخلي عن هويته والمطالبة بحقه في أرضه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر